اكد صاحب السموة الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد العلاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مواصلة تعزيز تنافسية مملكة البحرين في القطاع المالي والمصرفي لتحقيق مزيد من المنجزات الاقتصادية الوطنية التي تعود بالنماء والازدهار على الوطني والمواطن منوها إلى دور كافة القطاعات الاقتصادية في دعم العملية التنموية بما يرفض الاقتصاد الوطني وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه جاء ذلك خلال لقاء سموه حفظه الله بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي في قصر الإقضبية اليوم السيد مارتن تريكو الرئيس التنفيذي لبانك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا حيث أشار سموه إلى أن إسهامات المؤسسات المالية والمصرفية لها أثر واضح في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو تحقيق الأهداف المنشودة للمسيرة التنموية الشاملة في المملكة مؤكدا أن المملكة مستمرة في استقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاع المالي والمصرفي بما يسهم في خلق الفرص النوعية الواعدة أمام المواطنين من جانبه يعرب الرئيس التنفيذي لبانك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القاعد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لما يبديه سموه من حرص ودعم للقطاع المالي في المملكة